موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة أخبار التاسعة البداية بالعناوين السيد الرئيس يصل روما في مستهل زيارة رسلية إلى الجمهورية الإيطالية والدولة الفاتيكان تستمر يومين موسيقى حكومة والاحتلال تواصل محاولات فرض القانون الإسرائيلي على الضفة وتصادق على قانون تجميد تمويل العلاج للأسرة موسيقى السلطات والإسرائيلية تصادر مساحات واسعة من أراضي المواطنين في وادي عارة ما يهدد مصدر رزق مئات العائلات موسيقى وتشاهدون في النشر الاحتفال بافتتاح فعاليات سوق الميلاد السنوي في رمالة وبيت لحم إيذانا بانطلاق فعاليات الأعياد المجيدة موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل التاسعة من تلفزيون فلسطين وصل السيد الرئيس محمود عباس إلى العاصمة الإيطالية روما في مستهل زيارة تستمر يومين لدولة الفاتيكان والجمهورية الإيطالية وسيلتقي سيادته بنظيره الإيطالي سيرجو متاريلا ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي وسيبحث معهم المسائل ذات الاهتمام المشترك إضافة لوضعهم في صورة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والعلاقات بين البلدين كما سيلتقي السيد الرئيس البابا فرانسيس ويبحث معه ما تتعرض له القدس المحتلة ومقدساتها من انتهاكات وحملة تهويدية وينضم إلينا مباشرة من روما مفادنا إلى هناك حسن أبو الرب مساء الخير للزميل حسن إذن وصل السيد الرئيس هذا اليوم إلى روما وجدول أعمال حافل بدءا من لقاء عدد من المسؤولين الإيطاليين وطبعا وصولا إلى لقائه بقداسة البابا ضعنا في جدول أعمال السيد الرئيس في هذه أزيرة رسمية إلى إيطاليا نعم سيخير لك ميوى لمشاهدين الكرام أيضا ومتابعين في هذه اللحظات عند الساعة الخامسة والنصف في التوقيت المحلي لمدينة روما في إيطاليا وصل السيد الرئيس محمود عباس إلى هذه المدينة في زيارة تاريخية مفصلية بالغة الأهمية سيما وأن إيطاليا هي واحدة من الدول الخمسة التي أسست الاتحاد الأوروبي وبالتالي تملك من زمام الأمور الشيء الكثير في إمكانية التأثير على دور الاتحاد الأوروبي لصالح القضية الوطنية الفلسطينية بالإضافة إلى أن هذه الزيارة ميوى مشاهدين الكرام أيضا تأتي في مرحلة في غاية الأهمية سيما وأن السيد الرئيس محمود عباس سيلتقي أيضا ستكون أولى لقاءة السيد الرئيس محمود عباس صباحا غدا عند العشرة والنصف بتوقيت تيروما ستكون مع قداسة الحبر الأعظم البابا فرانسيس الثاني وبالتالي هذه الكنيسة الكاثوليكية بما تحمله من رمزية كبيرة لدى ما يزيد على مليار ومئة وسبعة واربين مليون مسيحي في أرجاء العالم هم من أتباع هذه الكنيسة بما تمثله من مكانة روحية وبالتالي فأن التعويل على دور لافت وكبير في قدم الأيام على دور الفاتيكان وخصوصا لقاء السيد الرئيس سيبدأ مع حاضرة الفاتيكان ومع البابا يليه أيضا اللقاء مع الرئيس الإيطالي ومن ثم سيكون هناك أيضا في مساء غدا لقاء آخر مع رئيس الوزراء الإيطالي مجمل هذه اللقاء تأتي في إطار هذه الزيارة المفصلية والتاريخية والهامة التي تهدف ليس فقط الحديث في إطار علاقات ثنائية ما بين إيطاليا وفلسطين فحسب وإنما ستأتي هذه اللقاءات في إطار الموقع الذي تمثله إيطاليا من حيث دورها في الاتحاد الأوروبي وأيضا تواصلها مع الأطراف الدولية المتعددة لصالح القضية الفلسطينية لما للسيد الرئيس محمود عباس من علاقات صدقة وأيضا علاقات متينة مع إيطاليا ومع أيضا حاضرة الفاتيكان هنا نشكرك جزيلا حسن أبو الروب مفادنا إلى روما أكد رئيس الوزراء دكتور رامي الحمدل أهمية دور نقابة المحامين الوطني في دعم القيادة وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس في وجه التحديات التي تعصف بقضيتنا جاء ذلك خلال استقباله وفدا من النقابة برئاسة نقيب المحامين جواد عبيدات حيث بحث معهم عددا من القضايا وعلى رأسها قضية الضمان الاجتماعي واستمع الحمدل إلى احتياجات النقابة واعدا بتلبيتها ووضع رئيس الوزراء الوفد في صورة آخر تطورات بخصوص الضمان الاجتماعي مؤكدان احترام القيادة لحرية رأي والتعبير والعمل النقابي وسعي الحكومة لتلبية مطالب كافة شراح المجتمع مشددا على أن الحكومة ستقوم بالتنسيب لسيد الرئيس للتعديل على بنود قانون الضمان بأثر رجعي وبصيغة توافقية وبما يرضي كافة أصحاب العلاقة وسهم في الدفع بتطبيق القانون وفق مصلحة العمال ومن جهته أكد الوفد على الحوار البناء مع الحكومة مشيدا بجهود رئيس الوزراء في التواصل معهم وجهوده في خدمة المواطنين معبرا عن أمله في تعزيز الشراكة مع الحكومة في بناء مؤسسات الدولة إلى ذلك سقبل رئيس الوزراء رامل حمد الله محافظة البنك المركزي الأردني زياد فريز والوفدة المرافقة له حيث بحث معه آخر تطورات السياسية والاقتصادية وسبل تعزيز التعاون المشترك ورحب الحمد الله باسم سيد الرئيس محمود عباس بضيوف فلسطين مجددا تأكده على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين مشددا على استمرار التنسيق والتشاور بين القيادتين وعلى رأسهم سيد الرئيس وجلالة الملك عبد الله الثاني بما يصب في مصلحة الشعبين ويعمل على تمتين التعاون المشترك في مختلف المجالات وشدد الحمد الله خلال اللقاء على أهمية القطاع المصرفي خاصة تعزيز عمليات الاستثمار في فلسطين رغم كافة التحديات ممثلا عن السيد الرئيس محمود عباس شارك وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في مراسم تنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة المكسيكية السيد أندريس مانوال لوباز أوبارادو في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي وهن المالك الرئيس الجديد على توليه منصبه وتمنى له النجاح في خدمة شعبه ونقل له تهاني السيد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية ودعاه إلى تعزيز العلاقة مع دولة فلسطين وبدوره شكر الرئيس المكسيكي الوزير المالكي لحضور حفل التنصيب ممثلا للسيد الرئيس كما طلب نقل تحياته لسيادته وتمنياته لدولة فلسطين كل التقدم والنجاح قالت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تتابع وباهتمام كبير قضية الفلسطينيين في الصحراء الجزائرية بناء على توجيهات من سيد الرئيس محمود عباس وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها تتواصل يوميا مع سلطات الجزائرية الشقيقة من خلال سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر لإيجاد الحلول المناسبة لأوضاعهم خاصة أنهم دخلوا الجزائر بطريقة غير قانونية آملتنا التواصل في القريب العاجل إلى حل لمشكلتهم بناء على طلب من المملكة العربية السعودية تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا على مستوى المندبين الدائمين الأربعاء المقبل لمناقشة قانون القومية العنصري وأثره على الحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني ويأت انعقاد الاجتماع لاتخاذ موقف إسلامي موحد حيال هذا القانون العنصري الذي يمثل امتدادا وتكريسا للفكر الاستيطاني الإسرائيلي ويشكل انتهاكا صارخا لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلاة أكد اعتماد وزراء الثقافة في منظمة تعاون الإسلامية القدس عاصمة دائمة لثقافة الإسلامية أكد أهمية القضية الفلسطينية وأولويتها للمنظمة تقرير ميساء الأحمد القدس عاصمة دائمة للثقافة الإسلامية قرار اعتمده وزراء الثقافة في الدول الإسلامية في دورتهم الاستثنائية التي عقدت بالعاصمة البحرينية المنامة انطلاقا من أهمية دور الثقافة في حماية الهوية وتعزيز الصمود والبقاء ولتكون القدس علامة ثقافية تحمل رسالة الانتصار للعدالة وحرية فلسطين وتأتي أهمية هذا القرار في وقت تتعرض فيه العاصمة المحتلة إلى هجمة شريسة من قبل الاحتلال وأذرعه المختلفة لتغيير الواقع القانوني والتاريخي والديمغرافي القائم فيها بما يخدم مساعيهم لتهويدها بشكل كامل وإزالتها عن طاولة المفاوضات وذلك بضوء أخضر أمريكي وفي الوقت الذي تبذل فيه القيادة وفي مقدمتها السيد الرئيس محمود عباس جهدها من أجل توجيه الأنظار نحو القدس وشحذ الهمم لحماية حقوق أبناء شعبنا هناك وحماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وتوفير حرية العبادة وتنمية القطاعات الحيوية في المدينة يعتبر تبني وزراء الثقافة في الدول الإسلامية وثيقة مشروع برنامج عمل بشأن تعزيز الدعم الإسلامي والدولي للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي في القدس دليلاً أعلى نجاح هذه الجهود وإيماناً منهم لضرورة العمل المشترك وأن القدس هي محور السلام والأمن العالميين وإن الفعل الثقافي هو فعل صمود كفيلته الشرائع الدولية ويذكر أنه قد تم اعتماد القدس سابقاً عاصمة دائمة للثقافة العربية في اجتماع لوزراء الثقافة العرب وبهذا القرار الجديد باتت عاصمة دائمة للثقافتين العربية والإسلامية ميساء الأحمد تلفزيون فلسطين الحديث عن الموضوع انضم إلينا في الستوديو وزير الثقافة الدكتور ريها ببسيسو أهلا وسهلا بك دكتور مساء الخير دكتور مساء نوري أهلا الأهمية التي يكتسيها مثل هذا الاعتماد بعد الاعتماد في عاصمة للثقافة العربية القدس الآن عاصمة للثقافة الإسلامية هذه القرارات أهميتها وانعكاساتها في إطار التحدي والمواجهة مع الاحتلال أنا باعتقادي أن هذه القرارات مهمة جداً على مستويين المستوى السياسي وأيضاً على المستوى التنفيذي الثقافي بمعنى أن هذه القرارات تأتي لصالح الانتصار لعروبة القدس ولهوية القدس العربية والفلسطينية وللتأكيد على أن هناك إجماع عربي وإسلامي على أن القدس كعاصمة لدولة فلسطين تستطيع أن تكون مركزاً ثقافياً عربياً وإسلامياً جاء هذا التصويت في اجتماع وزراء ثقافة الدول الإسلامية في البحرين في خطوة تعد مميزة أيضاً لأنه جاء في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وهناك بعد ثالث يحمل الإصرار العربي والإسلامي على الانتصار لالقدس على المستوى التنفيذي الثقافي هذه القرارات نستطيع القول بأنها قرارات تؤسس لمرحلة قادمة من العمل المشترك وبالتالي يمكن الاعتماد على قرارات كهذه من أجل ديمومة الوعي بالقدس وفلسطين وصمود الشعب الفلسطيني وأيضاً من أجل التعريف بالإبداع اليومي الفلسطيني في مختلف مناحي الإبداع كجزء من صمود شعبنا في العاصمة لهذا يمكن البناء على هذه القرارات في تعزيز العمل المشترك عربياً وإسلامياً ودولياً أيضاً وبالتالي دكتور كيف سينعكس تبني هذا القرار على مدينة القدس وعلى سكان القدس وبالتالي على تراث وهوية هذه المدينة التي تشهد في كل يوم تزوير لهويتها ومحاولة محو لتراثها كيف سيستفيد أو كيف ستستفيد القدس من هذا القرار؟ يعني ندرك تماماً بأن الاحتلال الإسرائيلي يحاول عزل العاصمة عن عمقها الفلسطيني والعربي والدولي أيضاً ولكن في المقابل هذه القرارات نستطيع من خلالها أن نؤسس لبرامج عمل مشتركة في داخل العاصمة وأيضاً في الدول العربية والإسلامية بما ينعكس على كما ذكر ديمومة الوعي من جهة وعلى أيضاً دعم الصمود في مختلف المناحي من جهة أخرى إذن هذا يقع على كهي لكم مسؤوليات أعمق دكتور إيهاب حتى يكون هناك كيل الوعي في العالمين العربي والإسلامي وحتى على الصعيد الدولي حتى يتعرف على المخاطر التي تفرض في إطار أضغاث الأحلام التي يحاول ترامب فرضها في المدينة المكدسة واعتبارها عاصمة لإسرائيل بكل تأكيد نحن نقول بأن العاصمة مهددة في مختلف مناحي الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية الوجود الفلسطيني مهدد بسبب سياسات الاحتلال ولهذا نقول بأن عندما يتم اعتماد قرارات كهذه فنحن نفتح الآفاق واسعاً أمام العمل المشترك هذه خطوة من أجل الانطلاق إلى مراحل قادمة الاحتلال يريد أن يعرق المساعينة عندما تم اعتماد القدس كعاصمة دائمة للثقافة العربية انتقلنا إلى مرحلة أخرى وهي اعتماد القدس كعاصمة دائمة للثقافة الإسلامية ويأتي هذا بالمناسبة بالتزامن مع إعلان العام 2019 القدس عاصمة للثقافة الإسلامية في العام 2019 إذن هذا الحراك الثقافي ببعده الاستراتيجي يخلق حالة من التفاعل وهذا ما نريده الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يعطل هذا التفاعل نحن نريد أن ننتصر لتاريخنا لروايتنا لتراثنا ونريد أن نصونا هويتنا التي أصبحت مهددة بسبب إجراءات الاحتلال على أكثر من صعيد باعتقادي أن الرسالة التي وصلت من المنامة في اجتماع وزراء الثقافي العرب في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تستطيع أن تؤسس لمرحلة قادمة وبهذا يجب أن نثمن الدور الذي اتخذته المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم وقرار وزراء الثقافة الدول الإسلامية بالانتصار للقدس رغم كل المحاولات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي سريعا دكتور هل سنشهد تواجدا لدول المؤتمر الإسلامي في مدينة القدس هل سنشهد تنامي لهذا التواجد ولهذه الزيارات على المستوى الثقافي هذه المرة؟ بكل تأكيد وهذا ما نوهنا إليه في اجتماعنا في اجتماع وزراء الثقافة العرب القدوم إلى القدس دعم صمود شعبنا في القدس العاصمة هو ضرورة وطنية وخلق آليات عمل وبرامج مشتركة على المستوى الثقافي وحماية وصون التراث المهدد بسبب إجراءات الاحتلال هو واجب وطني وواجب أخلاقي وواجب أيضا ثقافي ولهذا نحن نسعى بأن يكون هناك تناميا للوجود العربي والإسلامي في العاصمة لمواجهة الأخطار التي تواجهها العاصمة بسبب سياسات الاحتلال أمامنا الكثير والكثير من العمل المشترك وليس فقط على صعيد فلسطين وإنما لبناء هذه المظلة العربية والإسلامية كي ننتصر لالقدس العاصمة شكرا جزيلا لك الدكتور إيهاب بسيس ووزير الثقافة شكرا لك جزيلا في موضوع آخر أفرجت محكمة الاحتلال عن محافظ القدس عدنان غيت وتسعة من نشاطاء وكواد الحركات فتح الذين عتقلوا قبل عدة أيام بشروط من جديد تنفس محافظ القدس عدنان غيت الحرية بعد اعتقال وتمديد بين مراكز التحقيق طاله 32 من كوادر حركة فتح تم الإفراج عن تسعة منهم بشرط الإبعاد عن الضفة مدة 14 يوما والحبس المنزلي لثلاثة أيام إضافة إلى غرامات مالية من يريد أن يعيش على هذه الحياة على هذه الأرض بكرامة وبشموخ فهناك فطورة باهظة ستدفع ونحن منذ البداية الأولى ومنذ اللحظة الأولى قلنا أن أرواحنا وأموالنا وأنفسنا وكل ما نملك من أجل هذه الأرض المباركة ودرة التاج منها المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالتأكيد الاحتلال من وراء هذه الملاحقات ووراء هذه الإبعادات ويريد أن يكسر إرادة شعبنا الفلسطيني وكل هذه الإجراءات لن تكسر إرادة شعبنا الفلسطيني وسيظل شعبنا متمسك بثوابته الفلسطينية وعلى رأسها الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وعودة لاجئين وهذه الإجراءات لن تكل ولن تلين من عزيمة شعبنا الفلسطيني وضمن حملة الاحتلال لملاحقة كوادر الحركة في المدينة المقدسة أعادت استدعاء عدد من الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم في وقت سابق إضافة إلى إجبار العقيد في الشرطة الفلسطينية أنور عوض على تسليم نفسه للتحقيق بعض نصب كمين له قبل أيام اللي صار روحونا يوم الخميس بالليل الساعة عشر بالليل وتم استدعاءنا اليوم الصبح للمخابرات للتحقيق وعلى نفس الملف وعلى نفس الموضوع وعلى نفس القصة توجهنا للتحقيق طلبوا مننا التأجيل لأيام المقبلة الرسالة هي معروفة للجميع للسلطة للشعب إنه هنا موجودين إنه أي لحظة بنخذكم أي شيء بدنا أيام نجيبه سلطات الاحتلال التي اعتقلت المحافظ وما يزيد عن ثلاثين كادرا من فتح في الأيام القليلة الماضية تتعمد استهداف الوجود الفلسطيني في القدس بما يضمن لها تنفيذ مخططاتها التهويدية دون أي اعتراض في المدينة المقدسة بين أقبية زنازين تضخ بقادة وطن معتقلين تبقى المماطلة والتسويف عنوان محكمة احتلالية لا تكتفي باعتقال أو تمديد أو حتى إعادة استدعاء بل تعمل جاهدة على إخفاء الكل الفلسطيني لبسط سيادة إسرائيلية تهويدية من أمام ما يسمى مركز تحقيق المسكوبية غرب القدس المحتلة دانا أبو شمسية تلفزيون فلسطين وتبقى معنا دانا أبو شمسية من القدس المحتلة أهلا بك دانا وحيث تتواجدين يتواجد المحافظ بعدما تم الإفراج عنه اليوم هو وعدد من كوادر حركة فتح ولكن بشروط يعني دعينا في صورة الإفراج وما بعد الإفراج وتواجدك في منزل المحافظ تفضلي لم تكتفي حكومة الاحتلال بملاحقة الكوادر الوطنية الأسبوع الماضي بتسجيل اعتقالات فاقت الثلاثين من كوادر حركة فتح إلا أنها قامت قبل قليل باعتقال أمينسر حركة فتح في مخيم شعفاط محمود الشيخ عند تواجده بالقرب من حاجز حزمة شمال القدس المحتلة ونقله إلى مراكز التحقيق كان في مكان آخر في مركز تحقيق آخر ما يدعى المسكوبية غرب القدس المحتلة أيضا أجبرت قوات الاحتلال أمينسر حركة فتح في منطقة الطور شرق العاصمة المحتلة على تسليم نفسه لقضاء محكوميته بالحبس المنزلي مدة ستة أشهر كما وأيضا أجبرت العقيد في الشرطة الفلسطينية أنور عوض على تسليم نفسه إلى مركز التحقيق بذات الحجة والتحقيق بذات التهمة وهي التعامل مع السلطة الوطنية وملاحقة مسربي الأراضي للمستوطنين والجمعيات الاستيطانية كان قد أفرج عنه بعد خمسة ساعات من التحقيق في أقبية الزنازين رافقها أو كان قد سبقها الإفراج عن محافظ محافظة القدس عدنان غيث حيث نتواجد في منزله الآن في بلدة سلوان بعدة شروط أهمها الحبس المنزلي لمدة ثلاثة أيام لذلك نحن متواجدين الآن في هذا المنزل جنوب المسجد الأقصى المبارك عدا عن دفع كفالة مالية بقيمة 500 شيكل وأيضا الإبعاد عن الضفة الغربية مدة 14 يوما كان قد سبقها عدة شروط مشحفة بحق محافظ القدس تمثلت بالإبعاد عن الضفة الغربية 6 أشهر وعدم السماح بالتحدث مع شخصيات معينة كانت قد ألحقتها مخابرات الاحتلال بلائحة تضم هذه الأسماء سنتحدث عن استمرار حكومة الاحتلال بعمليات الاعتقال المتواصلة بحق الكوادر الوطنية والرسالة من ذلك مع ضيف المتواجدين في منزل ومحافظ محافظة القدس الأستاذ عدنان غيث في البداية الحمد لله عسلام الله يسمك أهضر وسهلا أستاذ عدنان أعتقدنا أن حكومة الاحتلال قد أفرجت عن كوادر حركة فتح بهذه الشروط إلا أنه قبل قليل تم اعتقال أمين سير حركة فتح في مخيم شعفات وقبله في أطور والعقيد في الشرطة الفلسطينية هي ملاحقة لكافة الكوادر الرسالة من هذه الاعتقالات والإجراءات التعصفية بداية أعطيك العافية وسعد مساكم أنتم وجميع المشاهدين والمستمعين نقول أن هذا المشهد يعيد بيذكرنا مرة أختة لنذكر العالم بألاف الأسرى المتواجدون خلف القطبان الغائبين عن العدالة التي التوجب على العالم أن يعمل على الإفراج عنهم جميعا وأيضا نتوجه بالتهنئة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني الذين المنع عليهم اليوم الله بالإفراج عن هذه النخب من أبناء القدس ونقول لشعبنا الفلسطيني ولكل من نوقف معنا ولكل من سندنا من أبناء شعبنا الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة وفي هذه المحنة أن هذا الشعب الفلسطيني الذي تمثل دائما بالوفاء الوفاء للأحرار الوفاء للمناضلين الوفاء للثابتين على الثوابت الوطنية الفلسطينية بالتأكيد هذا الاحتلال يحاول كل هذه المحاولات ظناً وواهماً بأن هذه الإجراءات قد تحول دون أن يتمسك شعبنا الفلسطيني بثوابته الوطنية الفلسطينية قد تحول بأن يستطيع هذا الاحتلال بأن يكرس مخططاته على هذه الأرض بتهويد وأسرة المدينة المقدسة واقتلاع أصحاب الحق الحقيقيين عن أماكن سكناهم وإحلال رواع من المستوطنين ولكن نحن أكدناها مران وتكراراً ونعود اليوم لنكرر بأن هذه الإجراءات لن تكسر إرادة شعبنا الفلسطيني العظيم على العكس تماماً هذه الإجراءات تعود وتذكرنا بأن هذا الاحتلال لا بد بأن نناضل بكل الطرق من أجل إنهاء هذا الاحتلال الجائر على أرضنا والجاثم على صدورنا نحن وكل شركاءنا الدوليين الذين وقفوا إلى جانب قضيانا العادلة نقول لكل العالم بأنه آن الأوان لأن يحقق شعبنا الفلسطيني حلم الفلسطيني يجب أن ينظر العالم إلى قضايا شعبنا بالعدل وبالحكمة وبالمصداقية لا يكفي هذه الكرات أن تظلطي الأدراج لدى هذه المؤسسات الدولية يجب على العالم أن يوفر الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني القدس تتعرض لهجمة شرسة لأن نصبق لها مثيل ولكن نقول بأن هناك ضريبة لأن القدس عروس العواصم العربية ونحن نتمسكون بها ولأننا أقصمنا اليمين بإما أن نحيا على ترابها عظماء أو تحت ترابها عظام فبالتالي هذا أقل ما يمكن أن نقدمه من أجل القدس من أجل مقدساتها إسلامية ومسيحية من أجل أسراها من أجل شهدائها من أجل جرحاها من أجل مناضليها من أجل ترابها هوائها صوت آذانها أجراس كنائسها هذه العاصمة الفلسطينية المحتلة التي لن يقام دولة فلسطينية بأن تكون القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين شكراً ذكاً على هذه الإضاحات وهذا لسان حال الكل المقدسي الفلسطيني في هذه العاصمة المهودة التي تحاول حكومة الاحتلال بس سيطرتها من خلال إخفاء صوت الكل الفلسطيني وأيضاً بس سيطرتها وسيادتها الإسرائيلية التهويدية من خلال ملاحقة كوادر وطنية تعمل في السلطة الوطنية كما تتهمهم حكومة الاحتلال يعني ننوه أن تم الإفراج عن 24 من كوادر حركة فتح يوم الخميس بعدة شروط مشابهة إلا أنها عادت حكومة الاحتلال اليوم وقامت باستدعاء معظمهم لاستكمال هذا التحقيق ومجيات هذا التحقيق شكراً لك دانا أبو شمسي على هذه التفاصيل أشكرك جزيلاً ونتواصل في نشرة الأخبار شكراً هذا وأصيب مواطناني بجروح والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال المسيرة التي دعت إليها فصائل منظمة تحرير على حاجز حوار جنوب نابلس نصرة للقدس ورفضاً لسياسات الإسرائيلية بحق مناضلها المزيد مع باكر عبدالحق دعماً للقدس ونصرة لها في تصديها لموجة السياسات الصهي أمريكية المتصاعدة بحقها وحق كوادرها تداعت نابلس بكافة مكوناتها في مسيرة جماهرية حاشدة على ميدان الشهداء وسط نابلس قبل أن تتجه إلى حاجز حوار العسكري شعارات عدة رفعها المشاركون في المسيرة التي دعت إليها فصائل منظمة التحرير أكدت على تمترس الجماهير ومؤازرتهم لكادر المدينة المقدسة في معركتهم مع الاحتلال يعني هذه حملة الهدف منها هو تهويد القدس منع أي فعل فلسطيني شعب ومقاوم لإجراءات الاحتلال الإسرائيلية في داخل هذه المدينة المقدسة هم يريدون أن يعطوا الضوء الأخضر لسماسرة الأراضي كي يفعلوا ما يشاء في داخل مدينة القدس هم يريدوا تهويد هذه المدينة يريدون إغلاق كل مؤسساتها يريدون أن يمحوا أي بصمة فلسطينية وعربية رسالتنا للاحتلال بأن المبارسات التي تمارس يوميا ضد شعبنا الفلسطيني اعتقال محافظ واستدعاء عضاء لجنة تنفيذية وستسكير مؤسسات واعتقال الشباب وهدم البيوت في القدس أننا سنقول للاحتلال بأننا شعب واحد وسيكون الرد لنا كفلسطينيين من نابلس الآن متوجهين إلى حاجز حوارة لإسال رسالتنا استنكارا وإدانة لما يكون به الاحتلال الإسرائيلي المسيرة المركزية سبقها وقفة تضامنية دعت لها مديريتاء التربية والتعليم في محافظة نابلس وجنوبها أمام مقريها عبر خلالها العابلون في السلك التربوي عن دعمهم الكامل للقدس ورموزها أما على حاجز حوار العسكري دفع الاحتلال بجنوده المدججين بالأسلحة لقمع المسيرة السلمية التي تسلح المشاركون فيها بالأعلام الفلسطينية لتتحول المسيرة إلى مواجهات كر وفر بين الاحتلال والشبان أسفرت عن إصابة خمسة مواطنين أربعة منهم بالاختناق بالغاز المسيل دموع تعبى نابلس أن تجعل القدسة وحيدة في مواجهة صلف الاحتلال وسياسته بحق المدينة المقدسة ورموزها فهذه الفعالية السلمية التي قوبلت بقمع الاحتلال الوحشي تجسد استفاف نابلس بكافة مكوناتها خلف القدس في معركتها مع سماسرة الوطن من حاجز حوار جنوب نابلس بكر عبد الحق تلفزيون فلسطين في موضوعنا آخر انتخب مؤتمر الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية الذي يعقد في روما قيادة جديدة للاتحاد تتكون من خمسة عشر عضوا وكان المؤتمر افتتح أعماله أمس برعاة السيد الرئيس محمود عباس وبمشاركة ممثلنا عن 48 جالية فلسطينية في الاتحاد الأوروبي وللمزيد في هذا الملف ينضم إلينا من روما ومن المؤتمر عايد عوامر مفدنا إلى هناك أهلا بك عايد إلى نشرة التاسع إذن 48 جالية في أوروبا انتخبت ممثلين لها هذا اليوم ضعنا في صورة هذه الانتخابات ومؤشر أيضا الذي أخرجته هذه الانتخابات التي جرت هذا اليوم أعمال المؤتمر ما انتهت قبل ساعتين من الآن بإجراء الانتخابات التي أفرزت خمسة عشر عضوا لقيادة الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا كانت أجواء ديمقراطية بامتياز هؤلاء الذين فازوا في هذه الانتخابات يمثلون الجاليات الفلسطينية في معظم الدول الأوروبية وأيضا يمثلون فصائل العمل الوطني الآن سوف ينطلقون للبدء بالاستراتيجية التي وضعوها من أجل إنشاء لوب فلسطيني في دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تشكيل جسم موحد يمثل كافة الفلسطينيين المهجرين في شتى أرجاء المعمورة حول أجواء المؤتمر أستضيف معي دكتور عوض إحجازي رئيس المؤتمر العام للاتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا دكتور مساء النور كيف تقيمون الأجواء التي سادت المؤتمر وهذه الانتخابات هل الكل خرج على قلب رجل واحد هذه القيادة الجديدة هل فعلا برأيكم يعول عليها للبدء بتنفيذ الاستراتيجية التي وضعتمها منذ بداية المؤتمر نعم بالفعل هذا ما نؤول عليه أن هذه القيادة الجديدة ستكون قيادة لهذا الاتحاد الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا هذه القيادة سوف تكون أمام مستقبل زاهر وواعد على صعيد الساحة الأوروبية المؤتمر كان بالفعل مؤتمر حيويا وإيجابيا وسادته الروح الأخوية بالتفاعل مع كافة القضايا المطروحة نأمل من خلال هذه القيادة الاتحاد الجديدة والتي تمثل كافة أغلب أطياف العمل السياسي في إطار منظمة تحرير الفلسطينية هناك العديد من الفصائل التي انضوت العضوية هذا الاتحاد ونأمل من خلال تأكيد روحانية الفريق بالعمل المشترك في المستقبل من أجل دعم ومساندة نضال شعبنا في إقرار حقوقه الثابتة وغير القابل لتصره مما فيها حق في العودة وتقريب مصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة شكرا جزيلا لك دكتور عوضي حجازي رئيس المؤتمر ما يتعلق بحق العودة في ظل هذا الظرف العصيب ومحاولات شطب حق العودة فقد وافق المؤتمر اليوم على تشكيل لجنة وطنية عليا للدفاع عن حق العودة في أوروبا أستضيف حول ذلك في عجالة سيد محمد عليان للحديث عن دلالات هذه الموافقة من قبل المؤتمر العام للاتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا رئيس اللجنة الوطنية العليا لدفاع عن حق العودة مساء الخير لك ولجميع المشاهدين لاحظنا هذا التعلق والتعانق من قبل المهجرين من أبناء شعبنا في هذا المؤتمر نحو العودة إلى أرض الآباء والأجداد إلى فلسطين ماذا يعني تشكيل جسم جديد للجاليات الفلسطينية يعنى بأدفاع عن حق العودة؟ يعني هو ليس جسم جديد هي الفعاليات والنشاطات في كل أنحاء العالم في أوروبا قائمة دائماً وأبداً للمحافظة على حقوق اللجين وحق العودة خصوصاً ونحن نعيش تحديات ومخاطر كبيرة جداً يواجهها شعبنا الفلسطيني وأيضاً القيادة الفلسطينية وتندرج نحو صفقة القرن التي ينادي بها ترامب الذي يتبنى وجهة النظر لكن هذه لجنة جديدة في المؤتمر لجنة في أوروبا ليس كذلك؟ في أوروبا ستشكل كان لدينا تنسيقات كبيرة وعالية إلا أننا الآن في صدد تشكيل هذه اللجنة ويأتي المؤتمر أصلاً تحت مسمى حق العودة وأيضاً القدس القدس العاصمة الفلسطينية الأبدية ونحن الآن في أوروبا في عمل نشاط وفعاليات مستمرة لتوحيد الشعار وتوحيد الخطاب وتوحيد النهج والأسلوب في التعامل مع قضيانا الوطنية ونقدم منها قضية اللاجئين وحق العودة وخصوصاً أن هناك أيضاً تبنى المؤتمر أن يكون هناك شيء شبابي جديد بتبني الحقوق الوطنية الفلسطينية مقدمة حق العودة شكراً جزيلاً لك سيد محمد عليان رئيس اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة شكراً على هذه المشاركة يجب أن نشير أن هؤلاء الذين فازوا في هذه الانتخابات الديموقراطية هم الآن في ضيافة السيد الرئيس محمود عباس الذي وصل في زيارة مهمة جداً إلى إيطاليا الآن سيبدأون بتنفيذ البرامج التي انتخبوا من أجلها أولها إن شاء لوبي فلسطيني داخل الاتحاد الأوروبي للتأثير على الرأي العام الأوروبي لصالح قضيتنا الوطنية وثاني هذه التحديات تتمثل في إيجاد جسور للتواصل مع أبناء شعبنا داخل الأرض المحتلة لإبقاء الأجيال الفلسطينية المتواجدة في المنافع على التساق تام وأن تبقى فلسطين الأرض والهوية حاضرة في وعيهم نشكرك جزيلاً عيدة وامر وشكر موصول لضيوفك الأكارم تواصل حكومة اليمين المتطرف محاولات فرض القانون الإسرائيلي على الضفة بذريعة فرضه على المستوطنات تمهيداً لمخطط ضم أجزاء واسعة من الضفة إلى إسرائيل بهدف إحكام السيطرة على أجزاء واسعة من الضفة طالب حزب البيت اليهودي ما تسمى بلجان الكنيسة في حكومة الاحتلال اليمينية المتزمتة بتمرير إجراءات لإنفاذ القوانين الإسرائيلية على الضفة كخطوة استباقية لتهويدها وضم الكتل الاستيطانية الجاثمة على أراضي المواطنين لسيطرتها هذه الخطوة لها ارتدادات خطيرة جداً الارتداد الأول هو إنهاء ما يسمى بعملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ثانياً فيها خروج فاضح على القانون الدولي على قرارات الشرعية الدولية فيها تدمير للمؤسسة التي أصدرت تلك القرارات وهي الأمم المتحدة لذلك نحن أولاً قفل الصينيين نقف بقوة ضد مثل هذه الإجراءات فرض تل أبيب قوانينها على الضفة له إنعكاسات وخيمة على أبناء شعبنا كونه سيلحق أضراراً كبيرة بحقوقهم وفي مقدمتها توسيع رقعة سياسة هدم البيوت وتردهم من ديارهم في سيناريو من فكت عنه حكومات الاحتلال المتعاقبة خدمة لأهدافها التوسعية متطاولة بذلك على كل القرارات والمعاهدات الدولية المشروع الاستعمال الإسرائيلي بات واضحاً الهدف هو ضم الضفة الغربية وخلق الظروف التي تدفع الفلسطينيين إلى الرحيل عنها والتهجير الطوعي بمعنى آخر لم يعد بالإمكان على ما يبدو بالنسبة لإسرائيلين أن يكون بذلك بشكل فج وبالكوة ولهذا لجأوا إلى فكرة الضم الزاحف بمعنى أولاً سحب الكوانين الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية بداية عن مستوطنات ثم على مواطق جيم السباق المحموم للحكومة الإسرائيلية في مشاريع تعزيز الاستيطان وتكثيفه فوق ما تبقى من الأرض الفلسطينية يعكس توجهاتها العنصرية وهوسها في محاولات تكريس الاستيطان وشرعنته معتبرة أنها تمر في العصر الذهبي لتمرير كل ما يحلو لها من مخططات في ظل حالة التراخي والصمت الدولي الأمر الذي من شأنه تدمير فرص تحقيق السلام محاولات حكومة الاحتلال فرض قوانينها على الضفة هي ديباجة قديمة جديدة تسعى من ورائها إلى ضم الكتل الاستيطانية لسيطرتها وإدفاء شرعية عليها من أجل فرضها واقعاً على الأرض وتقويض حل الدولتين خالد مطاوع تلفزيون تلسطين أقرت حكومة الاحتلال قانون يقضي بالتجميد للأموال التي تحولها لعلاج مواطن عتقل بعد إصابتهم وكذلك الأسرة في السجون التي تديرها مصلحة السجون القانون قدمته عضو الكنيسة تعنات باركو بدعم مما يسمى بوزير الأمن الداخلي جلعاد أردان خلال الجلسة الأسبوعية لحكومة الاحتلال وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أنه بناء على طلب من الوزير أردان فقد تم توسيع صلاحية القانون لتشمل أيضاً الأسرة في سجون الاحتلال تشكل مصادرة السلطات الإسرائيلية مساحات واسعة من أراضي المواطنين في وادي عارة داخل الخط الأخضر لإقامة شارع سريع عليها تهديداً لمصدر رزق مئات العائلات في تلك المنطقة هذه الأراضي التي تعتاش على خيراتها مئات العائلات العربية من سكان وادي عارة داخل الخط الأخضر ستتحول على طول امتدادها قريباً لشارع سريع يلتهم آلاف الدنومات لأراضي بملكية خاصة سيمتد على طول 24 كيلو متراً منها 14 كيلو متراً فوق أراضي عربية ستصادر بالكامل نتحدث عن مسافة لا يقل عن 14 كيلو متر وبمجمل مصادرة ألف دنوم يجب تقديم طلب للتعويضات بحيث أن هذا المشروع أكر من قبل الدولة ولم يتبقى أمام صاحب الأرض إلا أن يتوجه لتقديم طلب بتعويضه عن الأرض الحجة عديلة التي سخرت كلما تملك عائلتها لصالح شراء هذه الأرض واعتاشت على مدار عشرات السنين مما جنته منها تقف اليوم معدومة الحيلة بعد أن طلقت بلاغاً بمصادرة ثلاثة دنومات بملكيتها حيث لم تكتفي إسرائيل بمصادرة جزء من أرضها بالماضي لصالح الشارع المحاذي لها لتلاحقها اليوم على آخر ما تبقى لها من أرضنا أنا بيع الذهبات وقتمت عن نفس أولادي آه شايفي تمنا اشترناها العرض كيف بدهم يأخذوا أنا بدي أن أخذوا دولوم بدي أنا ندوا دول مين بديش أنا مساري ولا بدي إش يعني أنا عايشي من ورائن زيتات زيتنات من وكل إحنا وملادنا سنت الثمانين أخذوا من هذه الأرض بيدي دولوم ومن طناش ولا تعوذات ولا إش أنا بكت جاهل يعني سمعت بس هسا بديهم نردوا يأخذوا لحرام أنا منين بدي أعيش منين بدي أعيش أنا هذال أنا بخروطي لأولاده كل سنة بعملني لألفين شكل ومنوكل ونكلات من نوزع على أولاده 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 هذه الأرض احنا اشترها من سنة السبعين وعزلناها وزرعناها زيتون والهسا بنوكل منها يعني هسا بديهم نصفها والشي بتروع علينا كلياتها احنا بدينا أرض كبال أرض مناش بصار احنا مصادرة تجتث رزق العائلات عبر أضرار مباشرة ستسلب الأهالي أراضيهم كما ستقضي بهدم وإخلاء مئات المنشآت الاقتصادية والمحال التجاري الواقع على جانبي الطريق بعد أن باتت الجرفات على بعد أسابيع من مباشرة تشييد الشارع على حساب هدم مستقبل مئات العائلات العربية على طول امتدادها ستغدو هذه الأراضي شارعا قريبا يغتصب آلاف الدنومات ويهدد مئات المصالح التجارية دون الأخذ بعين الاعتبار مستقبل العائلات العربية غير المدرج باهتمامات السلطات الإسرائيلية من منطقة وادي عارة سلام شرقي تلفزيون بلسطين نتحول الآن إلى الموجز الاقتصادي والزميلة منتهى خليل مساء الخير مساء الخير ما يوم حمد شكرا مساء الخير مشاهدين أكد مستشار سيد الرئيس لشؤون الاقتصادية محمد مصطفى أن الخطة الاستراتيجية الوطنية للشمون المالي تتمحور في العمل على تثبيت حقوقنا الوطنية والعمل على تطوير البنية التحتية الأساسية والمنظومة الاقتصادية ودفع البنية التحتية في التقدم وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوى خلال حفل لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمون المالي نظمته هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد في رمالة نسبة الشمون المالي في فلسطين تبلغ حوالي 36% ونتطلع على رفعها خلال ثماني سنوات إلى نسبة 50% وهناك في رأيي أربع محاول رئيسية لمثل هذا البرنامج أولا العمل على تثبيت حقوقنا الوطنية في المجال الاقتصادي وفي مواردنا الطبيعية دفع عملية التنمية إلى الأمام خاصة في المناطق المستهدفة والمهمشة تعظيم الاستفادة من الموارد المالية العامة المحدودة وأصلا العمل على تطوير البنية التحتية الأساسية والمنظومة المالية والتكنولوجية والبشرية للاقتصاد وطني الشمول المالي لا يقتصر مفهومه على تطوير منتج أو خدمة مالية أو منهاج أكاديمي بل هو أوسع من ذلك بكثير حيث ننظر إلى الشمول المالي بأنه أدى من أدوات التنمية الاقتصادية بالمفهوم الواسع أما بالمفهوم الديق فهو أدى من أدوات إدارة المخاطر المالية والمصرفية المختلفة فالإجراءات المتخذة لتعزيز مستويات الشمول المالي تقود إلى تعزيز الاستقرار في النظام المالي وتحقيق النزاهة المالية والرفاهة الاجتماعي بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج مع بعثة البنك الدولي آليات تطوير خطاع النقل والمواصلات في فلسطين وأكد الأعرج أن الوزارة تنظر باهتمام بالغ لواقع النقل والمواصلات وضرورة العمل على تطوير هذا القطاع الهام والحيوي وأشار الأعرج الأهمية العمل على إقامة شبكة من الأنفاق والجسور بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع الطرق الدائرية وأشقي وتأهيل طرق جديدة بمعايير ومواصفات عالية رغم العديد من التحديات التي سنواجهها أبرزها سياسات الاحتلال وإلى بيت لحم كشفت شرطة محافظة بيت لحم شبكة لترويج العملة المزيفة في أنحاء مختلفة من المحافظة والمحافظات الأخرى وقبضت على ثلاثة أشخاص بدعوة حيزتهم 13 ألف شكل وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤايير زيقات إنه بسمع أقوالهم أفادوا أن مصدر هذه الأموال شخص من الداخل الفلسطيني يقوم بإحضارها لهم لترويجها في بيت لحم وغيرها من المحافظات انخفضت تمويل الخارجي لموجه للميزانية العامة والتطويرية حتى تشرين أول من عام 2018 بنسبة 13.16% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي وأفدت بيانات وزارة المالية أن إجمال الدعم الخارجي بلغ حوالي مليار وستمائة واربعة وستين مليون شيكل وزاد التمويل التطويري بنسبة واحد في المائة إلى ثلاثمائة وخمسة وتسعين مليون شيكل وأخيرا إلى الأخبار العالمية اتفقت الصين والولايات المتحدة على التوقف عن فرض رسوم جمركية إضافية في اتفاق يحول دون تصعيد الحرب التجارية في الوقت الذي يحاول فيه جانبا مجددا تضيق هوة الخلاف من خلال محادثات جديدة بهدف التوصل لاتفاق في غدون تسعين يوما ومن المفترض أن يبدأ الجانبان محادثات تجارية جديدة بشأن قضايا من بينها نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والحواجز غير جمركية والسرقة الإلكترونية والزراءة كانت هذه أبرز الأخبار للتصالية عودة للزمانة شكرا احتفلت مدينة بيت الأحم وراملة بافتتاح فعاليات سوق الميلاد السنوي إذن ببدء الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة وشراء مستلزمات العيد ها هو ديسمبر يعود علينا مجددا محملا ببهجة أعياد الميلاد المجيدة ونهاية عام وقدوم آخر لتتمثل أولا فعاليات الأعياد بافتتاح سوق الميلاد السنوي الثامن عشر في مدينة بيت الأحم نحن كثير مبسوطين بهذا الحضور الكبير الذي يدل على نجاح هذا السوق خلال الأعوام وهذا نجاح أكبر السنة لأنه في عنا مشاركات دولية أكتر ومحلية أكتر عنا زي ما أنتوا شايفين عدد أكشاك أكبر حاولنا الوسع أكبر عدد من الأكشاك في الساحة لتغطي الساحة بشكل كبير عنا أكشاك داخل المركز عنا حضور لدول أوروبية جديد السنة أربعون مؤسسة محلية وعالمية اجتمعت في ساحة المهد وشاركت في عرض منتجاتها الخاصة بالأعياد كالحلويات وأغراض الزينة وغيرها ليعود مردود هذه السوق على برامج خاصة خيرية للأطفال في المدينة نوصل رسالة محبة رسالة سلام رسالة صمود وجود زي ما بريدية بيت لحم أعلنت أن هذا العيد حياة وجود فعلا وجودنا على هذه الأرض هي كشجر الزيتون صامدين رغم المشاكل رغم التعب رغم الألام رغم الاطغاض بس نحن وجودنا هو وجود الصمود اللي لازم يضل حتى ينتشر للعالم أجمع بمحبتنا واتفاقنا مع بعض بوحدتنا وفي مدينة رام الله افتتحت البلدية سوق الميلاد الثالثة والذي ضم زوايا زينة لشجر الميلاد ومطرزات يدوية وكتبا وقصصا بالإضافة لسلسلة فعاليات مسائية ثقافية وترفيهية تستمر لمدة ثلاثة أيام سوق الميلاد هو مجموعة من الحرفيين الفلسطينيين اللي عمالهم بيقدموا إنتاجهم المتعلق بالميلاد بشكل رئيسي وهي فرصة أولا لأصحاب هذه المهن بأنهم يكونوا جزء من فعالياتنا في هذه المدينة وثانيا هي مساحة إضافية لتنشيط السياحة لتنشيط وجود المجتمع المحلي بالقرد من بلدية رام الله بالقرد من المؤسسة اللي بترعى كلها الفعاليات في المدينة عيد الميلاد المجيد مناسبة اجتماعية ودينية عالمية نحتفل بها كل عاما ونجدد في نفوسنا البهجة والإيمانة بمستقبل أفضل يصوده العدل والمحبة بين شعوب الأرض رسالة حياة ووجود يبرقها أبناء شعبنا للعالم أجمع مؤكدين استمرار الفرح بالأعياد رغم تواصل الاحتلال الأطول في تاريخ لأرضنا لتلفزيون فلسطين حياة حمدان بيت الأحم والآن إلى أخبار رياضة تطلع عليها الزميلة ريم صلاح مساء الخير يا ريم مساء الخير يا ريم أهلا بكم حقق فريق برشلونة فوزا صعبا على فيا ريال بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب كام نو في الجولة رابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم ونبقى في الدوري الإسباني حيث حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على ضيفه فالنسيا بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو في إطار مباراة الأسبوع الرابع عشر ويحتل ريال مدريد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة متأخرا بفارق 6 نقاط عن إشبيليا المتصدر وخمس نقاط عن برشلون الوصيف بينما يأتي فالنسيا في المركز الحدي عشر برصيد 17 نقطة وإلى الدوري الإيطالي حيث حقق فريق ميلان فوزا غاليا على برما رغم الغيابات بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب سانسيرو ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي وبهذه النتيجة أصبح ميلان في المركز الرابع مؤقتا برصيد 25 نقطة عاد نادي تشلسي إلى طريق الانتصارات بتغلبه على فولهم بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب ستانفورد بريدج واستعدت تشلسي توازنه في الدوري الإنجليزي بعدما خسر أمام توتنهام في الجولة الماضية وبذلك يرتفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث مؤقتا نهاية جولتنا رياضية لهذه الليلة شكرا على المتابعة أعود الآن إلى الزملاء شكرا لك كريم قال سفير دولة فلسطين في تونس هاي للفهم أن فلسطين وتونس تواجهان عدوا واحدا والإرهاب وجاء ذلك على هامش استمرار فعاليات يحيى اليوم العالمي لتضامن مع الشعب الفلسطيني وتدشينه لإعضابات الشاعر ومحمود درويش من على سفح جبل في ولاية القصرين بتونس المزيد مع شاد غنم وهذا التقرير من سفح جبل سمامة في ولاية القصرين بتونس وعلى بعد مرمى حجر من المجموعات الإرهابية التي عانت منها المنطقة التقت رسالة سلام الفلسطينية مع التونسية حيث استمرت فعاليات إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بتنظيم المركز الثقافي الجبلي وهيئة المحامين بالقصرين وبحضور سفارة دولة فلسطين نحن الآن نسير نحو المستقبل في مرحلة تنهزم فيها استراتيجيات التيئيس استراتيجيات الإحباط استراتيجيات الإفشال والتجهيل نرى هذه الطاقات الرائعة من الإنتاج من الفكر من الفن من الثقافة التي تهزم استراتيجيات الموت لتتغنى باستراتيجيات الحياة لمستقبل مشرق لدولنا ولمجتمعاتنا ولشعوبنا وإننا لمنتصرون إن شاء الله الفعاليات التي عنوينت باسم شاعري فلسطين محمود درويش والذي أهداه المواطنون هناك هضبطا دشنت باسمه شكلت مزيجا تونسيا فلسطينيا إذ قدمت فرقة جفر للدبكات الشعبية لوحة تراثية بينما قدم تونسيون معرضا لصناعة والحرف التقليدية في المنطقة فالحقيقة يوما أخرجنا من خلالهما على هذه الأرض ما يستحق الحياة بطريقة فرجوية حرفية فرجوية شاركت فيها حرفية الجبل شارك فيها فنانون فلسطينيون وتونسيون وأفريقا التقوا على ذفة هذا الجبل الذي حسبوه ناس منسين لكنه يحتفي بالحياة بدرويش ويستلهم نظاله وصموده من صمود شعبنا حرفيون وفنانون تونسيون وفلسطينيون احتفوا بالحياة من على صفح ثمامة لتكون الرسالة بأن الإرهاب والاحتلال وجهان لعملة واحدة زائلة لا محالة من تونس لتلفزيون فلسطين شادن غنام في إسبانيا نظمت عدة فعاليات لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا في مدينة برشلونة وذلك بتنظيم من جمعية التضامن من أجل فلسطين وبلدية برشلونة وعدد آخر من المؤسسات وشارك في الفعاليات أبناء الجالية الفلسطينية والعربية في كتالونيا وسط مطالبات بإنهاء الاحتلال وتحصيل حقوقه المشروعة إلى ذلك أحيى اتحاد الأطباء والصياد للفلسطينيين في ألمانيا يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وسط تأكيدات على ضرورة إزالة الظلم عن شعبنا وإقامة دولته المستقلة من ألمانيا تقرير لساندرا المصري لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أحيى اتحاد الأطباء والصياد للفلسطينيين في جمهورية ألمانيا الاتحادية سلسلة فعاليات متنوعة تسلط الضوء على معاناة شعبنا وتكثف حملات المساندة دوليا لإنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية فعالية على هامش يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني بحضور عدد كبير من الأطباء والهيئة الإدارية لاتحاد الأطباء الفلسطيني وهذا يعقد في كل عام ولكن لأول مرة في مقر السفارة وهذه أيضا رسالة لأهمية هذه الأجسام تحت مظلة منظمة التحرير الحفل الذي نظم في سفارة فلسطين في برلين تخلله كلمة للدكتور نافع عاشور رئيس الاتحاد الذي أكد خلالها حرص الاتحاد على تقديم الدعم لأبناء شعبنا في كل المجالين العلمي والأكاديمي عبر التعاون مع الجامعات والمؤسسات الطبية بما يشمل تسير الحملات الطبية إلى فلسطين ومناسبة هذا اليوم بصرنا أنه في عدد كبير من أخواننا الأطباء والغير أطباء موجودين وبنعلن لشعبنا وبنبارك له أنه إحنا اليوم تم شراء جهاز طبي لغسيل الكلا وجهاز طبي آخر لعمل جهاز منظار طبي بقيمة 33 ألف أورو وإن شاء الله جهازين هذولا سيصلوا قطاع غزة في نهاية شهر واحد وبنبارك لشعبنا بهذا الإنتاج إن شاء الله وإن شاء الله نلقاكم بفلسطين البروفيسور سامي حسين رئيس قسم الجراحة الأعصى في مشفى المقاصد الذي كرم خلال الحفل تقديرا لجهوده الطبية في المستشفيات الألمانية والفلسطينية تحدث لكاميرا تلفزيون فلسطين عن عودته إلى أرض الوطن والصعوبات التي واجهها في البداية وتطلعاته وآماله لتطوير قسم الجراحة العصبية في مستشفى المقاصد البداية كان يجل عندي خمسين لمئة مريض من فلسطين على ألمانيا قلت أنا برجع لهناك وممكن أعلم ناس كمان السبب الأساسي هو كان سبب مش أكثر ومش أقل وطن أنا لازم أرجع للوطن اللي جاي منه أي إشي يعني من اللي عملته لحد اليوم كل مريض إذا عنده إشي كبير ولا صغير بصحته بالنسبة له معاناة كبيرة يصل مثلا من غزة على القدس أو من الضفة يصل يقولون أن الطباء أشرف المهن فكيف لا وأطباء يفنون سنوات عمرهم لنيل أفضل الخبرات ليستطب بها أبناء وطنهم الجريح وليكون في مثل هذا اليوم خير من يتحدث باسمه في الشتات من العاصمة الألمانية برلين ساندرا المصري تلفزيون فلسطين إلى حالة الطقس مع نتالي رانتيسي مساء الخير مساء الخير محمد مساء الخير مي أهلا بكم مشاهدنا الكرام في أحوال الطقس الأجواء هذه الليلة باردة نسبيا إلى باردة أما الرياح فتكون جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلات السرعة تنشط أحيانا أما بالنسبة ليوم غد فترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف وتكون الأجواء مستقرة بوجه عام مقارنة بالأيام القليلة الماضية هذا ومن المتوقع أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي يومي الثلاثة والأربعة أما الآن ننتقل وإياكم مشاهدنا الكرام إلى درجات الحرارة المتوقعة ليومي غدا في بعض المدن الفلسطينية حيث سنبدأ من العاصمة القدس المحتلة فمن المتوقع أن تسجل 19 درجة مئوية ننتقل إلى رمولة 18 أما نابلس 21 جنينو طوباس 23 تلكرم 22 قلقيليا أيضا 22 درجة مئوية أما سلفيت 19 أريحة 27 بيتلحم 19 الخليل 18 والآن ننتقل وإياكم مشاهدنا الكرام إلى المحافظات الجنوبية ونبدأها من غزة من المتوقع أن تسجل 22 دير البلح 23 خاني يونس 22 وأخيرا رفاح 23 ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن إلى بعض العواصم العالمية والعربية إلى هنا مشاهدنا وصلنا لنهاية النصر الجوية أما الآن عودة للزملاء محمد ومي شكرا نتالي قبل الختام هذا تذكير بأبرز عنوين النشرة السيد الرئيس يصل روما في مستهل زيارة رسمية للجمهورية الإيطالية ودولة الفاتيكان تستمر يومين حكومة الاحتلال تواصل محاولات فرض القانون الإسرائيلي على الضفة وتصادق على قانون تجميد تمويل العلاج للأسرى اشتركوا في القناة